لتحقيق العدالة والمسواة بين التجار طالبت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية النقابة طالبت بوقف فوري لقرار إعفاء الطرود البلدية من الرسوم الجمركية والضرائب لحين تصويب الخلل بتحقيق المسواة بالضرائب والرسوم الجمركية بين التجارة التقليدية والإلكترونية وحسب النقابة يدفع على الطرد البلدي الذي قيمته 50 دينارا رسوما جمركية بواقع 23 دينارا إذا كان المستورد تاجرا فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة بالمقابل يدفع التاجر الرسوم على مسوردات بنسبة 47.2% وعلى الأحذية بنسبة 57% إحنا أهم مطالبنا طبعا وقف فوري لقرار إعفاء طرود البلدية حتى تصويب الخلل برضو المنطالبه كمان اللي هو موضوع مساواة التجارة النمطية اللي بتورد عبر المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية مع الطرود البلدية هذا أقل شيء احنا عم نطلبه غير هيك عم نطلب برضو اللي هو إخضاع الطرود البلدية والتجارة اللي احنا نستوردها لذات المعايير في موضوع التدقيق والمعاينة سواء المعاينة للتدقيق الجمركي بالقيمة أو أيضا من خلال الجهات الرقابية اشتركوا في القناة